المغارة التكنيزية اللي عليها منورة هذا المنور من الأسفل والمنور من الأعلى طبعاً يا أخوان اليوم يجينا لكم على موقع جميل ورائع الموقع موجود في شمال الأردن انظروا إلى هذه البوابة من الخارج وانظروا إلى جمالية هذه البوابة التي نوحتت على يد الإنسان ولاحظوا أين تقع هذه البوابة تقع على جبل عالي جداً طبعاً اليوم أنا طلعت على هذا الجبل وصورت لكم الموقع طبعاً رح تستفيدوا كثير من هذا الفيديو أتمنى من الجميع مشاهد الفيديو للآخر لا تنسونا باللايك ولا تنسونا متابعة هذه الصفحة لحتى الكل يستفيد معكم أخوكم المغامر أبو شهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي ومشاهدين قناة أبو شهم العزاء أحبائي ومتابعيني طبعاً اليوم يجينا لكم على موقع جميل ورائع أجمل مغارة نحتة على يد البيزنط رح نورجيكم اليوم المغارة التكنيزية اللي موجودة في شمال الأردن نعم إنها المغارة التكنيزية المغارة التي كان فيها كنوز لا تعد ولا تحصى رح أحكي لكم قصة هاي المغارة ورح أصور لكم المغارة من الداخل ورح نعمل شروحات وهيكو شوي تكتيكات في المنطقة لاحظوا معي أخواتي جمال المنطقة وجمال الصخرة الحاضنة طبعاً هسا الكل رح يحكي إن هذه طبيعية لا يا صديقي سوف أثبت لك أنها صخرة ليست طبيعية بل مغارة نحتة على يد القدمة اليوم رح نورجيكم عدة إشارات داخل هذه المغارة وأين كان مدفون الكنز وأين كان يدفنون الغنائم داخل هذه المغر الجميلة الرائعة سوف نصعد إلى أعلى الصخرة الحاضنة للمغارة لنثبت لكم أنها مغارة حقيقية نحدت على يد إنسان أولاً يا أخوة أصدقائي هنا لدينا المنور المنور هو أداة تثبيت للمغارة بأنها نحتت على يد إنسان انظروا كيف ثقبوا هذه الصخرة انظروا يا أخواتي كيف طريقة ثقب الصخرة من الأعلى ومن ثم نزلوا فيها إلى الأسفل طبعاً يا أخوان سأريكم أين كانوا يخبؤون الغنائم وما دلالة هذا المنور ولماذا وضعوا هذا المنور داخل هذه المغارة بسم الله الرحمن الرحيم دخلنا داخل المغارة المغارة كبيرة جداً هذه الصخور طبعاً قطعت ووضعوها هنا يعني بطرق عدة نحن نشرح عنها لا حدا يسألني كيف وضعت هذه الصخور لأنه راح أجاوبكم طبعاً هاي المنور طيب هسا هون في ناس غشيمة يا أخوان اشتغلت هون هذا شغل ناس غشيمة أي شايفين في ناس باقي هنا اتحفر طبعاً اللي حفر هون تعب حاله لأنه المكان منهوب قديماً يعني فتح على زمن الأتراك وقاموا الأتراك بنهبه لأنهم الأتراك كانوا فلاطحة بالبحث عن الكنوز طبعاً يوجد عدة إشارات يوجد عدة جرون وين أمام الصخرة الحاضنة انظروا أمامنا هون يوجد عدة إشارات عدة ثقوب لكن يا أخواتي الهدف سهل والهدف جداً سهل الهدف رح يكون يا أخوان تحت المنور مباشرة الهدف رح يكون تحت هذا المنور ليش طيب أنه تحت هذا المنور أولاً يوجد هنا فخ كيف ثبتت أنه هون يوجد فخ بس سبحان الله الفخ هذا بعده ثابت ما وقع على أي هدف ثانياً يوجد هنا جرن وأيضاً تحت هذا الجرن الجرن البعيد يعني الجرن هذا بيعكس على هذا الجرن والجرن هذا بيعكس على هذا المنور يعني المنور هذا عبارة عن تأشير أنه الهدف في الموقع هذا بالضبط يعني الهدف مش هون ولا هون ولا هناك ولا هناك يعملوا عدة دلالات لكن هذه الدلالات كلها ياتها يا اخوان عبارة عن تموي لكن الهدف تحت هذا المنور الجميل صدقا المغارة يا اخوان جميلة ورائعة لكن هون اخوان الصخور الكبيرة هاي كيف وضعوها اخوان عندهم عدة طرق كانت كانوا يضعوها على عدة اخشاب ويدحلوها على الطريق الاخشاب لكن يكون اكثر من 20-30 شخص لحتى يقدروا يشيل هاي الصخور رائع الصخور كان يضعوها اخواني هي عبارة عن تسكيرات للمغارة ثانيا اخوان راح نورجيكم عدة قبور في المنطقة في المنطقة قبور كثيرة والمنطقة كاثرية جدا جدا وفيها حضارات جميلة وعديدة سأريكم اياها باما عيونكم اتمنى من الجميع ان يشارك هذا الفيديو ويعملنا لايك لحتى نستمر بهذا المحتوى الجميل الهادف طبعا الف رحمة على شهداء اخواننا في غزة بترحم على روحهم طبعا اخواننا صلي تقريبا من بداية احداث غزة ما نزلت ولا فيديو بس والله اخوان ازهقت وتعبت وانا جالس في البيت قلت بدي اطلع بلك هيك خففت عحالي لانه اقسم بالله حزنان على اخواني وقرائبي واخواننا المسلمين اهما في غزة الله ينصرهم يا رب وان شاء الله يا رب انهم بنتصروا اصلا هم اخوان منتصرين يعني لا تخافوا اهلنا بغزة منتصرين غصبنا وعن انف اي شخص حاقد وعميل للصهاينة ان شاء الله ربنا بفرجها عليهم وان شاء الله انه لاحد يزعل مني لاني نزلت فيديوهات اخوان بعرف انه انا زلمة موقف مع غزة صلي تقريبا خمسين يوم اخوان ما نزلت اي فيديو بس انا تعبت واشتقت للمغامرات حبيت اطلع اغير جولة حتى انا اغير من نفسيتي فاتمنى من الدميع انه لاحد يزعل مني وان شاء الله يا رب انهم بنتصروا اخواننا واحنا ما في اليد حين يا اخوان يعني ما بنقدرش نعمل شي يعني مش عارفين نعمل اشي حاولنا نحكي باللسان وحاولنا بس والله العظيم اشي بقهر والله العظيم انك تكون قاعد واخوانك بتقتلوا والله العظيم اشي بقهر فاحنا ان شاء الله بنسندهم بالدعاء وبنوقف مع اخواننا في فلسطين حبايبنا طبعا انا اصولي فلسطيني يعني واللي اقارب استشهدوا كثير في فلسطين فندعو لهم الرحمة وندعو لي جميع اهالي فلسطين بالرحمة والمغفرة وربنا يتقبل شهدائهم طبعا يا اخوان هون في مغارة هون هيا شوفوا كيف السنسلة حوالين المغارة هذه مغارة لكن اعتقد ان هذا هذا هو مغارة للحيوانات وليست للدفع سنريكم عدة اشارات في المنطقة رح نحصل عليها لاحظوا معي اخواتي هنا هذه كلها قبور اخوان مقابر هذه جميعها مقابر كيف بنعرف انها مقابر بنعرف عن طريق السخور المقطعة هذه هذه السخور مقطعة منطقة جميلة وراء شوفوا القواطع السخرين موجودة في المنطقة هذا قبر هذا قبر شمسي هذا قبر شمسي قبر شمسي جميل للغاية شوفوا هذا القبر يعني تدخل جوء على القبر بعدين تدخل ليش على قبر ثاني على المخبأ اللي كانوا حطوا فيه القبور شوفوا كيف الهندسة شوفوا كيف الدقة هذا قبر هذا هو قبر شمسي اللي بسأل عن القبر الشمسي اخوان هذا هو بيجي على الصخر مباشرة يعني بيجي بالصبر بالصخر نفسه بكون حافرين وبكون حطين الخبيئة بجانب القبر يعني الشخص المدفون بكون هون والخبيئة مدخلين هايك طبعاها بتكون مغطاة بطينة حكمة اخوان زي هيك هاي الغطاة تبعيتها هاي هي الغطي شيء جميل ورائع للغاية وايضا هنا يوجد بوابة هذه بوابة مغلقة وايضا هنا يوجد اخواتي بوابة يعني عدة بوابات وعدة قبور في المنطقة شاهدوا معي هذا القبر ايضا وهذا قبر ايوه ضربة السيف الآن قبر اسفله يعني مقبرة جماعية يعني كيف احنا هسا عندنا مقابر هما القدماء كان عندهم نفسي لشي مقابر وعندهم مساكن وعندهم انفاق يعني كيف هسا رجال مقاومة في غزة بيعملوا انفاق لحتى يحاربوا ايضا القدماء كانوا نفسهم يعملوا انفاق لحتى يعملوا كمان العدو والعدو ما يكشف وينهم ليس فقط في عصنا الحديث لكن القدماء ايضا كانوا لديهم الانفاق وكانوا يعني اتمنى من هذا الفيديو انه الكل رجعت له الروح لانه انا من زمان قاطعكم صلي فترة مقاطعكم ويا اخواتي سام هنا لاني قطعت القناة من زمان رجاء رجاء لا حد يزعل لكن اخوان اللي صار باخواننا في غزة اقسم بالله قطع قلبي الامانة فكل الاحترام والتخدير لكم جميعا كان معكم اخوكم ابو شهم اتمنى من الجميع مشاركة هذا الفيديو لحتى يصل للجميع واذا شفت عليه مشاركات كثيرة ولايكات وهيك ان شاء الله راح اتشجع واطلع اصور لكم مواقع اجمل وفيديوهات اوضح وارتب وارجع زي زمان ان شاء الله فكل احترام لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته